موسيقى يعني هذا ظهر حضور مميز لأن تكريمي في هذا المهرجان السينما المرأة يعني هذا تشريف وتكبير بي وتنشكرهم كان شهر جميلة أبي رقراق ومهرجان السينما المرأة على هذا التكريم وهذه التفاتة الجميلة يعني هذا تكريم مميز والتي يعمى هذا المهرجان تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله ومهرجان المرأة يعني هذا المهرجان يمكننا الوحيد بالنسبة لمهرجانات السينما المرأة يعني في العالم أن مهرجان المرأة يشرف المرأة ويشرف السينما المغربية فلسيما أنه كان عدد المخرجات المغربية اللي خطاوا جوائز مهمة في عدد من الدول العالمية وكنت منها لهم التوفيق والاستمرارية إن شاء الله لأن هذا المهرجان أنا حضرت من الولادة ديالو يعني هذا بس 16 سنة كنت حضرة في المهرجان الأول ديالو فشكرا لهم تلفازها كينة وعود وباقي اللي حد الآن ما نقدرش نهضر عليها وكينة عندي مسرحية مسرحية مع الأخت هاجر الجندي مسرحية عرس دليلة مع هاجر الجندي وعدد الفنانين معي وعدنا عروض دي إن شاء الله قريبة في مراكش في هاد الأسبوع وكم تصدر يعني يعني الاتزامات الأولوي الأولى مع بعض المنتجين وكانت سنة وعليش الله طبعاً المغرب يستحق أنه ينضم الكأس العالم لأن الحمد لله سبحات عدنا بنية تحتية متوفرة ومازال غادي تزيد تتعطي أكثر يعني كنشوف غير هاد أنا قدامي المسرح الكبير ديال أبي رقراق يعني من أجمل ما كيين في هاد يعني هاد هذا مكسب أنه يكون عندنا مصرح في هاد المستوى والأخص كين مصرح آخر في الدار البيضاء ومصرح آخر في الحسيمة يعني هاد شي كنا كنتمنوه الحمد لله عشنا أن نشفناه نتمنوه نمتلو فيه نتمنوه إن شاء الله يكون جمهور غفير باش يجي حضر لهاد المعلمة الجميلة يعني ويكونوا أعمال يعني في المستوى ديال هاد المسرح ونتمن الجميع يعني النجاح إن شاء الله وتوفيق أنا مع المواقع الجميعية يعني عندي تواصل قليل لأنه كنهدر لما كيكون عندي شي حاجة ولكن بان من اللي كتكون عندي شي حاجة أما بان غير هكاك ما عنده ما غنفيدش الناس باش نهدر على حياتي الشخصية ولا هيدا يعني ما كتهمش الجمهور اللي كيهم الجمهور هو أشنو غنقدم أشنو قدمت هاد شي اللي اللي غاديم كلين باش نبان أما نبان غير هكاك ولا ندر شي شي حويج لي ما ما منسبينيش لكاشخصيتي لكا يعني راصيدي لكا يعني خاص الواحد يعرف إمتى يبان وإمتى ما يبانش لأنه بعد المرات كيبقى يبان بزاف تي كيولي يعني ممل كيولي كيطلع للناس فالراس فاخص الواحد يعطي الواحد ميساحق لراسه يعطي باش يتوحشوك الناس وي لما تبان تبان في مستوى هنا ما عنديش يمكن لي هاداك شغولهم كل واحد حرف راسه اللي كيبغي ينشر الغسيل ديالو باش يعرفوه الناس هاداك شغولهم أنا المهم كنحتارم راسي كنحتارم مسائيلي الشخصية كنحتارم كل حاجة عزيزة علي أما يعني هاد شي ولت بعض الحويج ما شغل فنانين الفنانين حيت معروفين أما يعني الناس اللي عاديين صبحو يعني كي يهضروه على شي حويج يتبان شيتافه هاد شي يعني شي حويج لا أخلاقية شي يعني تميع تميع بززاف هاد الشي يعني حتى كتحشم تسمعوه ولا تشوفو كتحشم يعني خس واحد المراجعة الناس يعرفوا رأسهم كينش يحويش قصد تقال وكينش يحويز مخصد تقال ولأن كينين أطفال كيتسمعوه كي يشوفوه دب هاد الشي بالزمنهم كي يشوفوه فما غلنا ربيوش جيل على التفاهات وعلى ما كينش أخلاق ما كينش يعني كتلقى طفلة كتشطح في شي شكال كتأت أمها فرحانين بيها ويا يعني واحد المو يوعى ولت واحد المو يوعى زعمى حشوم حشوم يعني مشكل هادا مشكل خطير لأن هذا بشهرين هادي وتلامد كي ما كيقراوش وهذا لا يعقل أن خاصة يتجبر معاهم حل لأن يعني المعلم والأستاذ يعني هو يعني واحد القدوة دي لهادوك تلاميذ وخاصة يحترم وخاصة تعطاه يعني حقوقه يعني كل واحد كي يطلب حقه من حقه ولكن ده بش كون ضايع ضايعينهما وضيعين دوك تلاميذ باش تمشي من السنة الدراسية شهرين ماشي سهلة كيفش غادي عوضوها ليهم فخص تلقى لهم شي حل لأن لا يعقل أن تبقى هكذا الأمور غادي الجمهور كان حبكم وكان بغيكم وكان حافظ على إسم نعيمة إلياس اللي كيف عرفتوها وكيف تتشوفوها غادي نبقى إلى طول الله العمر يعني دائما عند حسن ضن دي لكم وكان حبكم شكراً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة